موسيقى صباح الخير انا الكابتن اشرف سعد وديسر اللي كنت في الرحلة تاعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات واخر الخنان محمد رمضان طلب انه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها الابنه واحنا طيارة خاصة طيارة كلها هم تمن ركاب تمن فتيهات ومافيش عائق اساسا بين الطيارين وبين الركاب مافيش باب فاصل تقريبا تقول لمنوعا تقول لي سوى الطيارة قلبا بيض بس بوري اسود مش بتفتش محمد رمضان هو نساء الطيارة دلوقتي شمال دي بعد اذنك فالكو بايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقة لقيت الاخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد اذنك انا هاخد صورة افرجها لابني احنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس في اي بي رأساء جمهوريات ووزراء وامراء من كل بلاد العالم فلما بيطلب ان هو ياخد صورة كتذكار احنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصورة بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو لبق اغنية الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه تعمل لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده وان فيه واحد بيقول بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش مش لفظ ناس طيارين احنا بنطير بالطيارة ما بنسقهاش المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب فأزية جمدة جدا لناس كتير لناس كتير وقفى البيوت كتير وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي حيتسبب فأزية ناس كتير قال لي لا ما تقلقش خالص احنا الموضوع ده كله ان هاند واندر كنترول وانا ليا ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص والموضوع اعتبره منتهي طبعا الموضوع منتهاش الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة واللي حصل حصل وكان قرار الوزارة ايقاف نهائي او مدى الحياة عن الطيران وطبعا ده الموضوع صعب جدا علي لان انا راجل الحمد لله ربي كان ليا تاريخي انا راجل اساسا قوات جوية مدرس في كلية الطيران ومدرس على طرازات كتيرة جدا في القوات الجوية ومدرس في طرازات مدنية بعد ما سبت القوات الجوية فصعب ان انا اعرض تاريخي كله لانه يتمسح بالاسلوب البايخ ده هذا هو الموضوع نهايته ان احنا انا والكو بايلوت اللي معايا اخذ ايقاف سنة وهو للأسف مالوش زنب برضو الراجل يعني هو اخذ ايقاف سنة ليه وانا اخذت ايقاف مدى الحياة طبعا انا سايب لكم انتم حكم على الكلام ده والحمد لله على كل شيء قدر الله وما شاء فعل ترجمة نانسي قنقر